أكد مصدر النار في المستوى أن مصر أجرات العديد من اللقاءات والاتصالات المكسفة خلال الساعة الأخيرة لسئنا في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حماس وإسرائيل وأضاف المصدر أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعات لوقف إطلاق النار في القطاع مشيرا إلى أن قيادات حماس أبلغت مصر أنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة يأتي ذلك فيما أشار المصدر إلى أن مصر قامت بتحركات مكسفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية واستقبلت وفود حركة فتح والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للوصول إلى اتفاق لمقترح بوقف إطلاق النار يأتي ذلك في إطار التحركات المصرية لاستعادة مصار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة فضلا عن مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الحالية وأوضح المصدر أن حركة حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة